السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والعشف ومرسالين نبدأ بقى ناخد اول مسائل عندنا في اول شابتر تمام لو شابتر اربع عشر الى الدكتور بدأت به تمام اول حاجة عندنا هو المونتي كارلو سيميوليشن امتى من استضم المونتي كارلو قال لك سؤال في الامتحاد ممكن ايه كده مش عارف ايه كذا قال لك ايه ايه بقى اللي ساعتها كان بي ابلايد يبقى مونتي كارلو سيميوليشن تمام ايه بعض الاكزامبلز اللي على كده الانفنتوري والكلام ده طب ايه اصلا معناك كلام ده قال لك الكلام ده معناه ان انت دلوقتي اول ما يظهر بروبيليتي في السيستم عندك او في الموضوع تمام او في الايليمنت اللي انت هتعمل عليها تبدأ تستخدم او تلجأ للمونتي كارلو سيميوليشن تمام ودي بعض الاكزامبلز واحنا هناخد منهم اكزامبل هو الانفنتوري تمام تمام جدا جميل حتى هنا بيقول لك ايه تمام من خلال الانفنتوري تمام جميل جدا قال لك فيه خمس خطوات بقى عشان ابدأ امشي في طريق المونتي كارلو سيميوليشن ده لازم اطبقه اول حاجة بتجيب تاني حاجة بتجيب تالت حاجة بتجيب تالت حاجة بتجيب منظر ذاكرة في الامتحان يعني هيجي سامبل منه جزء منه تمام وعند انت تبدأ تعمل سيميوليشن فندخل على المسألة على طول بقى ده كده كان مقدمة بس عن تمام اول ما يزهر على طول فنيجي على اول مسألة قال لك واحد عندنا واحد اسمه هاري عنده معرض او مصنع او ايا كان لاطار السيارات او للكواتشات او لايا كان تمام الراجل ده عايز يعرف الطريقة اللي يقدر يجير بها المصنع ده او الانفنتوري ده او المخزن ده فهو بيقول لك انا عايز اعمل سيميوليشن للديلي ديموند ديموند دوت الطلبية اللي بيجي له كل يوم الديلي ديموند الطلبية اللي بيجي له كل يوم فرقة نمبر اوف دي لعدد من الاياه تمام جميل جدا فنمشي اول حاجة اول حاجة هو ايه نجيب البروبيلتي تمام طب هو ايه الجيفن اصلا يعني سؤال كده بديه لازم تسأله ايه الجيفن و تعليم قبل ان نكتبهم و نبدأ نحلاتنا عايزين نفهم ايه ده ديموند دفرطير ده عايزين نفهم ايه ديموند دفرطير ده 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 يعني ايه جات له كم طلبية يعني هنا زيره دهد معناه انه لم يغتلوش ولا طلبية تمام طب مت swo acum 우리 دائما دائما كم عدد المرات اللي لم يغتلوش ولا طلبية و عشرة مرات طيب كم عدد المرات اللي جات له فيه 5 طالبيات قال تلتين مرة كم عرض المرات التي جاءت له في طلبيتين؟ أربعية كم عرض المرات التي جاءت له في أربع طلبات؟ أربعيين وهكذا من خلال فريكوينسي لقد تستطيع تحسب البربابلتي لو لم يكن يديك الفريكوينسي لازم يديك البربابلتي تمام؟ جميل جدا فنبدأ نكتب قال لك تمام؟ 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 وبعدين الفريكوينسي صحي كده؟ الفريكوينسي وهنا بديه تمام؟ جميل جدا نبدأ بقى نكتب قال لك ايه زيرو؟ مش هما قال لحد خمسة صحي كده؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام؟ وقال لك هنا ايه؟ عشرة عشرين اربعين ستين اربعين تلاتين عشرة الفريكوينسي عشرة عشرين أربعين أربعين ستين أربعين تلاتين يا رب يكون صحش عن زافيرتي اصلا ايه؟ تمام؟ أربعين تلاتين جميل جدا تمام؟ بعدين؟ بتحسب بقى البروبوليتي طب ازاي تحسب البروبوليتي؟ قال لك بص الوصيش كده جدا هتروها جاي كده وعمل كولوم تالت تمام؟ هنا بس تقسم تعمل شكل جدول حتى قال ايه؟ تدي له منظر بس كده؟ عارف بتاعت هايشلني تمام؟ نعمل كده على طول نعمل كده نعمل كده نعمل كده انا مرضيتش ابني الجدول انا قلت نبنيه مع بعض احسن عشان ايه؟ نشوف خطوات حل المسألة تمام؟ جامل جدا وبعدين هنا نبدأ نكتب ايه؟ البروبوليتي البروبوليتي تمام؟ جامل جدا قال لك البروبوليتي بتيجي ازاي؟ قال لك هنا ان انت دلوقتي هتجيب مجموع البروبوليتي هما عدد المرات او عدد اقرار او عدد الايام كم؟ قال لك ميتين تمام؟ فهذهنا ايه؟ تروح كاتب هنا ميتين عشرة او زائد عشرين زائد عشرين زائد عشرين زائد ستين واكذا الحاد ما توصل للتلاتين فمجموعهم كلهم ميتين بعدين بتيجي تعمل ايه؟ تمسك بقى كل رقم كل فريقونسي وتقسمه على المجموع الكل يعني عشرة على ميتين تمام؟ هيساوي بعدين انزل نكتب يعني يرجع نكتب النتيجة في الاخر او اكتبها حاجة يعني هنا هيساوي كم؟ خمسة من مية مصر تمام؟ خمسة من مية تمام؟ بعدين عشرين على ميتين هيساوي كم؟ هيساوي واحد من عشر تمام؟ بعدين قالك بعدين اربعين على ميتين هيساوي اتنين من عشر راحة كده جميل جداً راجعوا معايا برضو عشان ايه؟ ممكن اكون بغلط عادي جداً ستين على ميتين هيساوي تلاتة من عشرة تمام؟ بعدين اربعين نحن لسه جابينا على متين هيساوي اتنين من عشرة بعدين تلاتين. تلاتين على متين هيساوي خمستاشر من مية. تمام? المجموعة طبعا ايه? لو جمعنا ده كله هيدينا كم? هيدينا واحد. اللي هي ايه برضو? متين على متين هيدينا واحد. تمام? كده احنا جبنا عملنا او مشينا اول ستيب. طب تاني ستيب بقى قال لك ايه? لو نفتكر كده مع بعض. تاني ستيب بنروح نجيب الكوميوليتف. طب ازاي نجيب الكوميوليتف يا عم سامير. قال لك الكوميوليتف ونحسيبها هو. الكوميوليتف انت بتعمل حاجة تراوكمية. يعني ايه? بتيجى عند مسلا اي واحدة من دول وتجمعها على اللي قبلها. طيب بمعنى ايه تاني? بص. هنا تعال كده انا عايز ايه? ناخد دي كده تحت. تمام? ونبدأ نجيب الكوميوليتف. تمام? طب هنا نكتب اول خطوة هي اول ستيب. تمام? جميل جد. نيجي على تاني ستيب. تاني ستيب. تمام? وبعدين نكتب ايه? البروبابيليتي وبعدين الكوميوليتف. تمام? جميل جد. البروبابيليتي قلت لك باثنين من عشر. صحي كده? رابع واحد قلت لك بتلاتة من عشر. خمس واحد قلت لك باثنين من عشرة. خدس واحد قلت لك بخمستاشر من مية. صحي كده? البروبابيليتي بقى. قلت لك الخمسة دي ما فيش حاجة قبلها فتنزل زي ما هيجي. صحي كده? جميل جد. طب هنا هتروح جامع بقى? الجميع هي تميزه 1 من 10 زائد 5 من 100 تمام؟ جميل جدا اللي هي المفروض تستطيعك كم؟ تعال كده هنشوف هتدينها كم؟ تمام؟ اهول كوميولاياتيف 15 من 100 تمام؟ 15 من 100 تعال هنا هتجمع ايه؟ قليك هنا بكل بساطة هتجمع ايه؟ اتنين من 10 زائد 1 من 10 زائد 5 من 100 هيديك كم? نين من عشرة زائد واحد 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 زائد خمسة من مية اديك خمسة وتلاتين من مية. فحي كده جميل جد. هنا هتروح جميع ايه? جميعا كلهم على اللي فوق. تلاتة من عشرة زائد اللي فوق كله. تمام? زائد اتنين زائد واحد زائد خمسة من مية. هيديك كم? هيديك خمسة وستين. فحي كده? جميل. ودوت نين من عشرة زائد تلاتة زائد اتنين زائد واحد زياد خمسة من مية. هيديك كم? خمسة وتمانية. صحي كده? منطقي جدا لما تجمع الخمسة وتمانين. اللي هي اخر واحد لطلعتلك دي. على الخمسة عشر. هيديك كم? هيديك واحد. وده كده انت حسبت. تمام? بعد كده مقا بتروح تعمل ايه بقى? بعد كده بتروح تجيب حاجة اسمها الانترفل نمبر. تمام? او الانترفل اه هو الانترفل رانضم الانترفل. تمام? قال لك الانترفل ده انت ممكن تجيبه من خلال ان تترسم رسمة زي كده. تعمل علاقة بين الكمبيولاتف والديلي ديموند ايه? او او اي حاجة. تمام? ايا كان. ديلي ديموند وخلص. تمام? جميل جد. فهنا من زيرو كان عندنا دينا من زيرو الخمسة والكمبيولاتف عندنا ايه? من زيرو لحد واحد صحي كده? تبدأ بقى تكتب بقى. يعني عند الزيرو كان ايه اللي حصل? عند الزيرو هنا الكمبيولاتف كان ايه? الكمبيولاتف كان بخمسة من مية صحي كده? وهكذا. طيب فيه طريقة اسهل بدل ما تتعد نفسك بالكلام ده كله فيه طريقة اسهل. وان شاء الله ده اللي نعرفه بالانترفل الجاي نحسب بقى الانترفل ونجيب الانترفل ونخلص المسألة خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.